اسم الدرس حصة التقييم التنفس الموضوع التقييم أتأمل الصورتين وأحدد الشخص الذي يحتاج إلى كمية أكبر من الهواء ثم أعلل جوابي الإجابة الشخص الذي يحتاج إلى كمية أكبر من الهواء هو عامل البناء لأنه يقوم بمجهود عضلي مظن على عكس الحارس أقرأ المعطيات وأذكر العلاقة التي تجمع بينها رئتان أنف ثم قصب هوائية الإجابة العلاقة التي تجمع هذه الأعضاء تتمثل في كونها الأعضاء المكونة للجهاز التنفسي أقرأ المعطيات وأصلح الخطأ إن وجد يختلف هواء الشهيق عن هواء الزفير تجديد هواء الغرف أسبوعياً أمر ضروري لسلامة الجهاز التنفسي يدخل الهواء إلى الرئتين عند الزفير ويخرج عند الشهيق الهواء الملوث يتسبب في إصابة الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة الإجابة يختلف هواء الشهيق عن هواء الزفير صحيح تجديد هواء الغرف أسبوعياً أمر ضروري لسلامة الجهاز التنفسي خطأ لأن تجديد هواء الغرف يجب أن يكون يومياً لا أسبوعياً لذا نقوم بإبدال كلمة أسبوعياً بيومياً يدخل الهواء إلى الرئتين عند الزفير ويخرج عند الشهيق خطأ لأن الهواء يدخل إلى الرئتين عند الشهيق ويخرج عند الزفير الهواء الملوث يتسبب في إصابة الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة صحيح أشتب الإجابة الخاطئة وأعلل أثناء التمارين تدخل كمية صغيرة كبيرة من الهواء النقي إلى الرئتين الإجابة أثناء التمارين تدخل كمية كبيرة من الهواء النقي إلى الرئتين التعليل يحتاج الإنسان إلى كمية أكبر من الهواء عندما يبذل مجهوداً أكبر حيث تزيد سرعة الشهيق والزفير بصفة تلقائية وغير متعمدة أسمي عوامل تعطل عملية التنفس وتسيء إلى الجهاز التنفسي الإجابة التعرض إلى التغير المفاجئ في درجة الحرارة أي الإصابة بالزكام الجلوس قرب شخص يدخن التواجد في مكان هواؤه ملوث قرب حريق قرب فضلات عدم تجديد هواء الغرف يومياً عدم تنظيف الأنف ترجمة نانسي قنقر